دعنا نبدأ في البداية بهدف زيارات المصر أنت تشارك هنا في ورشة عمل تحت عنوان من الأدب إلى الشاشة هل تحدثنا أكثر عن هذه الورشة؟ في البداية أن منتج الأفلام ماروا بعدد من الاختبارات لتطويعه وتحويل هذه القصة القصيرة إلى فيلم قصير ومن ثم فإن هذا التطويع أو هذا التحول كانت تجربة الأولى من كوني كاتبا أنت زرت مصر من قبل في الثمانينيات هل تخبرنا أكثر عن هذه الزيارة؟ وما هو المكان السياحي المفضل لديك هنا؟ كنت أعيش في إيطاليا في ذلك الوقت عندما كنت ألف رواية ابتزالة التي تحدثت عنها وزرت عدد من الدول الإفريقية ومن ثم حبطت طعرتي في القاهرة وجلست ومكثت في إحدى الشوارع بالقرب من ميدان طلعت حرب وكنت على مقربة من الأهرامات وكذلك كنت أستقل الكطار كانت هذه من أفضل اللحظات التي عشتها في حياتي وبعد ذلك زرت جزيرة فيلا واستمتعت بمشاهدة الأشخاص لسيما النوبيين وكما تعلمون فإن النوبيين والأمريكيين من أسل الأفارقة هم متشابهون نعم استمتعت كثيرا هنا في مصر نحن نتحدث عن 35 عاما مضت وكأنها منذ بضعة أيام الأهرام لا تزال على شكلها وأنا كذلك ولعن برياضة اليوغا وكنت أمرس هذه الرياضة أمام سفحة الأهرامات وكنت أقوم بنشر صوري على موقع انستجرام كانت رحلة مذهلة كانت رحلة مذهلة